السلام عليكم يا إخواني مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام أمازون مؤخرا قامت بإضافة ميزة جديدة لكل صناع المحتوى الذين يشتغلون لنا في أمازون كدبي هذه الميزة هي A Plus Content وهي عبارة عن إعلان مجاني يتيح للمشترين رؤية معلومات إضافية عن هذا المحتوى الذي يقدم لنا هذا الكاتب فكما تعلمون في الأوناء الأخيرة العديد مننا عانى من مشكلة عدم ظهور الصفحات الخاصة بالمحتوى الخاص بنا يعني أن العديد من الكتب لم تعد فيهم خاصية Look Inside وهذا يؤثر على عدد المبيعات بحيث أن المشتري لا يمكنه أن يقتنع بالكتاب من خلال غلافه فقط وبالتالي المبيعات تكون قليلة جدا لكن الآن مع هذه الخاصية الجديدة A Plus Content يمكنك وضع صور إضافية لكتابك وكذلك وصف إضافي يعطي للمشتري اتقاء أكبر للحصول على هذا الكتاب خصوصا إن أبدعت وقمت باستغلال هذه الخاصية بالطريقة الصحيحة التي سأريكم إن شاء الله في هذا الفيديو ففي هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم الطريقة الصحيحة لاستغلال هذه الخاصية وتحقيق مبيعات إضافية لكتبك وقبل بداية الشرح سوف أقوم بالذهاب إلى إحدى الكتب التي قام أصحابها بالاستفادة من هذه الخاصية وإضافة معلومات خاصة أخرى بكتبهم فمثلا سنشاهد هذا الكتاب أقوم بالنزول إلى الأسفل عند الوصول إلى From the Publisher فهنا الكاتب قام بإضافة مكاب خاص بالنطبك الخاص به وكذلك بعض الصور مع بعض التعريف أو وصف لهذه الصفحات وكذلك للكتاب عامة ثم نشاهدنا بعض الأمثلة للكتب الأخرى التي قام بإنشائها نفس الكاتب وهنا قد يزيد من مبيعات الكتب الأخرى الخاص به ثم هذا الكتاب أو نوتبوك كذلك سوف نقوم بالنزول إلى أسفل الصبحة حتى الوصول إلى From the Publisher نلاحظ هنا بأن الكاتب قام برفع هذه الصورة التي عرض فيها جميع الكتب الخاصة بطريقة جميلة ثم الآن نعود إلى المهم فمثلا اخترت أن أقوم بالاستفادة من هذه الخاصية وتطبيقها على إحدى الكتب الخاصة بي فما علي سوى الذهاب إلى الكتب المعروضة في حسابي ثم أقوم بالذهاب إلى هذه الخانة على اليمين ثم سأختار هذا الاختيار الخاص بالإعلانات في بداية الصفحة هنا خاص بالإعلانات المدفوعة لا يهمنا هذا لكن عند النزول إلى أسفل الصفحة هنا سنجد A Plus Content وهي التي نقوم بشرحها في هذا الدرس ما يهمنا هو هذا الرابط الأول نقوم بالدخول إليه وهنا سوف نجد ثلاث أقسام القسم أول هو هذا وفيه جميع الشروط الخاصة بهذه الخاصية فنصيح لكم إخواني يجب عليكم قراءة هذه المعلومات ببطء وتمع ثم التركيز خصوصا على هذه المعلومات هنا لأن هذه المعلومات يجب عليكم احترامها حتى لا تؤدوا أو تعرضوا حسابكم إلى أي مشكل لاحقا وعند الانتهاء نقوم بالذهاب إلى الخانة الثانية هنا نجد الطريقة الصحيحة لإنشاء هذه الخاصية هنا لديكم جميع الخطوات من الألف إلى الياء ما عليكم سوى اتباعها من هنا أو اتباعها الفيديو فسوف أقوم بشرحها بشكل مبسط بالنسبة للأشخاص الذين لا يجدون اللغة الإنجليزية ثم نلتقي هنا إلى آخر قسم وهذا القسم خاص بالنماذج أو التمبليت التي تقدمها لنا أمازون هنا نجد الشكل الأول ثم الشكل الثاني وبعض الأشكال الأخرى التي يمكنكم الاستفادة منها وكذلك يمكنكم استنباط أفكار جديدة لتساعد كتبكم على الظهور بشكل جيد ثم عند الانتهاء وضبط الأمور بشكل جيد هنا نقوم بإنشاء أول وصف خاص بكتابنا بطريقة احترافية نقوم بالذهاب هنا ونقوم باختيار السوق الذي نقوم بالاشتغال عليه فمثلا أنا أشتغل على السوق الأمريكي إذن سأختار أمريكا ثم هنا نضغط على هذه الأيقونة إذن هنا تفتح لي هذه الصفحة أول شيء أقوم به أذهب إلى الكتاب الخاص بي ثم أختار الاسين الخاص به أقوم بنسخه ثم بعدها أضعه هنا ثم start هنا أضع الاسم الخاص بكتابي أقوم الآن باختيار التومبليت التي تبدو لي مناسبة فمثلا أنا سوف أختار كبداية هذا الشكل هنا سأختار صورة معبرة لكتابي تعطي قيمة إضافية للكتاب وكذلك وصف مقابل هذه الصورة وحتى لا أنسى فتذكروا معي إخواني يجب على الصورة أن تكون 300 على 300 بيكسل كيف سرقون بإنشائها أذهب إلى الفوتوشوب أذهب إلى الفايل ثم هنا new file بعدها هنا أحدد 300 وهنا كذلك 300 ثم create إذن هنا لدينا ال background الخاص بنا يجب على الصورة أن تكون مطابقة لهذه ال background ثم أأتي هنا إلى أهم نقطة فأنا لدي مثلا هذا هو الغلاف الأمامي الخاص بكتابي وهذا هو الغلاف الخلفي ماذا سأقوم الآن بفعله أذهب إلى هذا الموقع الرائع free pick سوف أضع لكم جميع الروابط في وصف هذا الفيديو ثم أأتي هنا وأقوم باختيار موكاب بوك يمكنكم كذلك اختيار موكاب نوت بوك أو موكاب بيبر باك أي شيء قمتم باختيار نتضرر لنا مجموعة من الصور هنا بطريقة احترافية أخطار التي تبدو لي مناسبة والتي ستعرض لي كتابي بشكل أفضل وقبل البحث يجب علينا إخواني هنا أن نختار الصور التي بها صيغة PSD التي يمكننا التعديل عليها بالفوتوشوك ثم كذلك هنا يجب علينا أن نختار الصور المجانية إن كنتم لا تتوفرون على اشتراك في هذا الموقع ثم بعدها هنا مجموعة من النماذج سوف أقوم باختيار هذا النماذج مثلا ثم أقوم بتحميله بهذه الطريقة ثم عند الانتهاء من التحميل نقوم بفتح الملف واختيار هذه الصيغة PSD ورفعها على الفوتوشوب إذن إخواني سوف أقوم بتغيير الصورة الخلفية والصورة الأمامية لكتابي وهذا بالضغط أولا على هذه الصورة فهنا مثلا لدي الصورة الخلفية تظهروا لدي هنا أقوم بالضغط هنا ضغطتين ثم أوكي ثم أذهب هنا وأختار الخلفية الخاصة بكتابي أضعها هنا ثم أدخي كنترول T ثم إعادة ضبط هذه الصورة لتبدو متناسقة أدخي ثم سيف إذا لاحظوا معي إخواني تغيرت هنا في المكاب الخاص بنا ثم أعود كذلك هنا وأضغط ضغطتين تظهروا لي هنا الصورة ضغطتين كذلك ثم أوكي ثم أعود إلى الصورة الأمامية والرئيسية لغلافي أضعه هنا أدخي كنترول T ثم إعادة الضبط أدخي سيف يعني حفظ ثم الآن الصورة النهائية على هذا الشكل وهو شكل جميل جدا لكن انتبهوا معي إخواني فمثلا هنا يجب عليكم كذلك ضبطه أو إزالته بهذا الشكل حتى لا يكون هناك أي شيء خارجي مخالف لكتابنا ثم بعدها سأقوم بحفظه بصيغة JPG بهذه الطريقة ثم أعود إلى المكتب أقوم بأخذ الصورة ورفعها فوق هذه التمبليت التي قمنا بتحديدها سابقا أدخي نفس طريقة كنترول T ثم إعادة الضبط ثم بعدها أدخي إذن هذه الصورة النهائية أقوم بحفظها إذن الآن قمت بحفظها بقياس 300 على 300 ميجا بيكسل حتى تضررنا بالشكل الصحيح إذن أقوم هنا وأضغط وأقوم بتحميل الصورة الخاصة سوف تظهر بهذا الشكل ثم أأتي هنا وأعطي بعض الكيووردز التي ستعطي للصورة إمكانية أكبر للظهور أعود إلى أمازون ثم أقوم هنا باختيار بعض الكلمات فمثلا هنا لدينا كلمات صغيرة وطويلة ومتوسطة أخطر المتوسطة copy ثم أضعها هنا وأقوم بإزالة بعض الكلمات لأن هناك عدد محدد من الكلمات التي يجب أن لا أتعدى ثم add إذن هنا الصورة الخاصة بي جميلة جدا ثم هنا يجب علي أن أضع وصف لكتابي إضافي حتى أقنع الزبون إما عن طريق وضع هذا الوصف أو وصف جديد مغير لهذا الوصف حسب الإختيار أو حسب ما يبدو لكم أحسن إذن انتهيت من هذا المثال ثم يمكنني إضافة مثال آخر أو صيغة أخرى لكتابي فمثلا سأختار هذه الصورة وأقوم برفع محتوى الخاص بكتابي فمثلا كانت أنشطة أقوم بوضع صورة لنشاط أول وصورة لنشاط ثاني وصورة لنشاط ثالث ثم بعدها أقوم بوصف هذا النشاط أو هذا التمرين وكذلك ومثال بالنسبة للثاني والثالث وهذا يعطي للمشتري صورة توضيحية أكثر وبالتالي سوف نحقق مبيعات كبيرة إن شاء الله إن كان الكتاب صمم بصيغة جيدة وبطريقة احترافية ثم بعد الانتهاء نقوم هنا بالضغط على هذه الخانة أقوم بأخذ الآسين الخاص بالكتاب ثم سوميت وهذا هو الشكل النهائي الذي سوف يظهر به الوصف التكميلي لكتابنا وكان هذا شرح مبسط إخواني لأنني لا أريد أن أطيل الفيديو فإن كان هناك أي تساؤل فقوموا بوضعي في التعليق الخاص بهذا الفيديو وسأجيبه على جميع التساؤلات إن شاء الله وقبل النهاية إن أعجبكم إخواني الفيديو فلا تنسوا دعمنا بالضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت هذه هي أول زيارة لك أخي أختي للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول